مجدد ترحيب بكم مشاهدين الكرام وأنا استمروا إياكم في برنامجنا ونصل بكم الآن إلى محطة الضيف الحدث والتي نصلت الضوء فيها على ما خرج به اجتماعات مجلس دارة الاتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد في اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد بمشاركة أكثر من 31 دولة من موثلية الدول العضاء في الاتحاد حديث أكثر مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع ما خرج به هذا الاجتماع من قرارات وكذلك ما تم مناقشتي في هذه الاجتماعات يسعدنا نرحب بضيفنا هنا في برنامج الحدث بالأستاذ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد أستاذ محمد وسهل خير مسهل نور أخي سعيدنا نمسي بفريق العمل ومشاهدي برنامج الحدث سعيد باللقائك دائما انت إن شاء الله موقعت على شهر ثلاثة دائما لأنه بعد الجمعية لكن حلو أنه بعد الجمعية لأنه في كلام كثير في نقاشات كثيرة تم نحن نأخذ الخلاصة منك مباشرة طبعا نقول لك الحملة على السلامة الله يسلم طبعا نتمنى لك الشفاء إن شاء الله والصحة والعافية بإذن الله دائما إن شاء الله الحمد لله رح أكمل خلال هذا الحديث ومثل ما ذكرت في الاجتماع كان هناك قرارات في مناقشات كثيرة تمت كان فيه استعراض أيضا لما تم في 2023 أنا كنت أقرأ إن شاء الله ما تم معاكم في 2023 فقلت لك يعني الله يعينك على كل ما بذلته من قهد فخلاصة الاجتماع بالنسبة لكم وأهم ما تم ناقشته في هذا الاجتماع وبعدها أكيد رح نأخذها كنقاط بإذن الله طبعا ناقشنا مجموعة مواضيع طبعا مواضيع خاصة بالجانب الإداري فيما يخص الاتحاد والجانب المالي والجانب الفني وقررنا قامة كأس العالم القادم إن شاء الله في العام 2026 سيكون في أي دولة لسه ما تحدث لكن فيه كذا ملف مقدم ونحن نعمل مفاضلة وبعض كذا بناخذ قرار لجمعيتنا القادمة إن شاء الله بيتم التحديد وكيد فيه شروط معينة لمسألة المفاضلة ما بينهم طبعا حطيتوها لهم أم لا؟ طبعا هم عارفينها طبعا كدول أعضاء وكلهم يقدم ملفها وبعد نعمل مفاضلة لأننا قبل أيضا كأس العالم أيضا عندنا بطولات مواهلة لكأس العالم صحيح بضب عندنا تقريبا أربع بطولات مواهلة وكذلك طبعا دول تقدم ليريجي استضيف البطولات المواهلة قبل كأس العالم أنه في العام الماضي كان هناك التصفيات التي كانت في عدة دول أربع دول ومثم تأهلت في قنوب أفريقيا التي استضافت كأس العالم النسخة الأخيرة وبالتالي هي تقربة حتى لهذه الدول في مسألة استضافات سواء كانت تصفيات أو حتى كأس العالم نعم طبعا نحن كأس العالم تأكل شوية بحكم ظروف كورونا بضب والعام الماضي كان شمل تقريبا أربع بطولات مواهلة لكأس العالم كان بطولة في السودان قبل الأحداث في بداية السنة في يناير وبعدها كانت نفس الشهر أيضا كان في مصر وكان عندنا بطولة أيضا في باكستان وبطولة في سلطة أمان صحيح وبعدين كأس العالم كان في جنوب أفريقيا وبجانب البطولات المواهلة وكأس العالم عندنا بطولات نوعية أخرى أيضا كان عندنا بطولة في موسكو في روسيا كان بطولة تقليدي باللباس التقليدي الرياضي و أيضاً كان في نهاية السنة في ديسمبر كان عندنا بطولة أيضاً في السعودية في مدينة العلاء أيضاً بنفس النظام باللباس التقليد الرياضي أنا هذا اللي تعطيني فيها تفصيل أكثر يكون أفضل عشان نحن نفهمها إيش المقصود باللباس التقليد نرى نحن عشان نوع من أنواع نشر الثقافة الدولية فيما يخص الاتحادات الوطنية طبعاً رياضة الفروسية أو بالذات التقاط الوتاد نحن لدينا مجموعة رياضات نوعية تقريباً 12 رياضة نوعية واحدة منهم هي بر للباس التقليد الرياضي بحيث أن الفارس طبعاً مع مراعاة الوضع السلامة الفارس الفارس يلبس اللبس الوطني اللبس الوطني لكل دولة طبعاً مع مراعاة الجانب السلامة يعني اللباس اللعبان يكون بالمصر المصر لكن تحتي في خوذة أي ضرورة عشان السلامة طبعاً تدشتاشة وطبعاً فيه اللباس من تحت الدشتاشة والبنطلون الفروسية هذا الجانب وطبعا نحن ما نستخدم بالنسبوع ما يستخدم بالخنجر عشان سيفتي استخدم بلد لكن باقية الدول نفس كل الدولة راعي في اللباس التقليدي الخاص فيها حيث أنه هو صحيح لباس تقليدي بس في النهاية راعي سلام توصل طبعا نظرنا موضوع السلام عندنا مثل ما يقوله أولا وبعدين جوانب هي كانت نسخة العالم ماضي كانت في روسيا كان في روسيا وكان في السعودية نحن طبعا دشنا الرياضة في اللباس التقليدي دشناها في عشرية اثنين وعشرين في ديسمبر كان في الدقم كأول نسخة دشناها في الدقم وبعدين عجبت الجماعة الفكرة ونفذوها في موسكو ونفذت في السعودية والحين أيضا عليها طلب صحيح شفت أعتقد روسيا عادة طلب روسيا بتعيد تصطيفها في شهر سبع القادم إن شاء الله هو يعني بشكل عام هي رياضة ولكن أيضا ثقافة طبعا طبعا تستعرض لبسك التقليدي ولكن في نطاق رياضي وهذا شيء أيضا يحسب لكم هذا الأمر أيضا من نار القانب صحيح في أيضا بطولات كثيرة شفتها يعني تم مناقشتها بطولات للشباب بطولات للناشئين بطولات العسكريين أيضا ما شاء الله رزنا مطويلة طويلة طويلة عندنا طبعا نحن في البطولات في المراحل السنية عندنا تحت 16 سنة عندنا تحت 21 سنة عندنا فوق 45 نحن نسمينا الماسترز أو الرواد فوق الـ 45 بالإضافة إلى بطولات نوعية أخرى مثل البيتش الشاطئية عندنا عسكرية جامعات أندية فعندنا عدة النوعيات من الرياضة فبطولة العسكرية نفذنا آخر بطولة عسكرية كانت دشنا البطولات العسكرية في الأردن في البترة والحين بنقيم إن شاء الله السنة في شهر 4 القادم بيكون في جمهورية مصر العربية بتكون في بطولة العسكرية في مسألة إصطافة هذه البطولات التي هي النوعية مثلا الناشئين أو المراحل السنية والعسكرية أنتوا بالنسبة لكم ممكن تحاولوا تعطوا الدول التي هي مثلا دخلت مبكرا في هذه اللعبة ومؤخرا تحاولوا أن تدخلوا في قول إصطافات أكثر عشان مسألة توفر الملائع توفر الميدان والمشاءات توفر أيضا حتى الخيول لأننا نعرف أن أيضا دولة هي من توفر هذه الخيول فبالنسبة لكم هذا أمر يثري اللعبة بالنسبة لدولة المستضيفة صحيح لأننا تعرف أنت دول كثيرة تطلب الإصطافات ونحن نوزع بين الدول البطولات ونحاول نراعي بعض الأمور يعني مثلا في دول نشكحها تسوي بطولات شاطئية في بعض الدول نشكحها تقيم مراحل سنية يعني كل دولة حسب ظروفها صحيح وفي دول قاهزة يعني لا لا دول كثير قاهزة يعني قاهزة في كل وقت لإصلافة هذه البطولات صحيح وغير البطولات نحن أيضا برامج تدريبية كثيرة يعني مثلا دول جديدة تعرف الرياضة ما مثل بقية الرياضات فيها يمكن بعض الدول ما عندهم الرياضة في الأساس صحيح فأنت تمشيها من آي و تمشيها من من الصفر مثلا ما يقول صحيح فتعرف أنت تجيبهم أو تنقلهم للولة أخرى وترسلهم مدربين تشتغل عليهم فترة صحيح لحد ما تصنع منتخب ومن هناك أيضا تبتدي أمور كثيرة أود يحزرهم الخيل أيضا الخيل ماك الخيل ممكن تروح في الرياضة فأيضا نروح ندرب الخيل فننشأ في ذلك الدولة برنامج من الصفر وننشأ أيضا كوادر سواء كوادر تحكيم أيضا أساسقين بطولات تحكيم مدربين بياطرة هذا أنتو اللي عملتوه في البطولات هذه حتى في تصفيات نفسها نعم كان عنكم قدوة المزامن اللي هو إقامة هذه الورش العمال وهذه الدورات نعم في النهاية أنت تخرب قفايدة من ناحية التنظيم و أيضا من ناحية كوادر تخرج من هذه البطولات على هامش كل بطولة نحن نقيم دورات تدريبية طب كالتحاد دولي نحن نقيمها في الدولة و طبعا مخرجات في عندنا شارات شارات برونزية و شارات محلية و شارات برونزية و شارات فضية و شارات ذهبية صحيح و فيها مراحل و شروط يعني موضوع طويل لكن نحن على هامش كل بطولة لأننا فيه قبال كبير بالضبط على مسألة القبال الكبير و ممكن في آخر لقاء بيننا كنا نتحدث عن هدفكم بأنه ترفع سقف أو عدد الدول المنضمة للاتحاد إلى خمسين صحيح فالحين نحن نتعرف عليك وين وصلتوا في هذا المقال والدول اللي انضمت مؤخرا نحن الحين وصلنا 47 47 ض ضمام تركيا الآن اعتمدنا ان ضمام تركيا وصلنا 47 طبعا نحن نحتاج نوصل لخمسين لكن خمسين مش كرقم خمسين كدول فاعلة كدول فاعلة ممارسة لله ممارسة لله فنحن عندنا 47 لكن ما مئة في المئة فاعلين لأننا عندنا برامج أخرى عشان ندخلهم في جو الرياضة صحيح لكن كرقم أعضاء عندنا 47 قميل في الدول اللي تنضم بالنسبة لكم هل فيه اشتراطات معينة مثل تركيا اللي حين خلنا نتحدث عن تركيا نعم معانا تركيا بالنسبة لي يعني مفترض من الدول اللي تنضم يعني مبكرا نعم بحكم مكانياتها بحكم أيضا لقوان متوفرة معاها فهل بالنسبة لكم فيه شروط معينة اللي مسألة الموافقة على انضمام هذه الدولة طبعا نحن نشوف ظروف الدولة وشايف عندنا بعض اشتراطات الفرسان الخيل منشآت هذا الأمور كلها نشوفها بضبط لكن نحن ننطلق يعني ممكن موضوع الفرسان ما نقول فرس يبتدي من لا شيء نحن نشوف الفرسان في الرياضات الأخرى يعني فارس يعني خلناه يكون فارس ممارس ايه الأساس هو فارس بضبط نحن نبنى عليه عاد معرفة الرياضة فهذه ما تأخذ وقت عليك أدوات اللي هو لأن تعف تأخذهم في سيف ورمح صحيح لأنه عندنا فهناك نبتدي بحيث أننا نستلم فارس كامل يعني فارس فارس جاهز جاهز ما تعلم الفرسان لا ما نعمل العلم الفرسان يأخذ وقت فنأخذه جاهز ومن هنا وأيضا نشدهم الرياضة يعني أنا حسب كان آخر بطولة كنا في كاس العالم في واحد من الفرسان كان من الهند يقول لي أنا كنت في رياضة أخرى من الرياضات الفرسية عشرين سنة عشرين سنة ما قدرت أبرز على المستوى العالمي لكن دخلت رياضة التقاط الوتاد من سنة و أنا أشارك في منتخب الهند في كاس العالم شوف كيف الفرس أشوف هو الأساس عنده بضبط أساسه فارس قوي عرف اللعبة وتفاصيلها و مارس براكتس بضب و وصل لما وصل يقول لنا هذا كاس العالم صحيح خاصة أن هذه اللعبة مثلما ذكرت هي فروسية ولكن أيضا استخدام الأدوات كيفية استخدامها إدارتك طبعا و قيادتك لخير هذه المسألة صعبة يعني هي يمكن من أصعبها صحيح في رياضة الفروسية أنت خير و فيديك سيف و رمح بضبط و عندك هدف معين و هدف صغير و عندك هدف تركيز صحيح و مربوط بوقت و أمور كثيرة في العملية بضبط طبعا كل هذا الهدف الوصول إلى 50 دولة يعني في عندكم هدف معين وهو الوصول إلى إدراك هذه اللعبة في أولمبياد نعم هل الشرط الأول هو 50 دولة أم أنه ممكن يتقاوز هذا الشرط لا ممكن طبعا لا طلب الحد الأدنى الحد الأدنى يكون عندك 50 دولة أعظم و فيه شروط أخرى يعني في حانك ما وصلت إلى 50 ما ممكن ما ممكن هذا الشرط الأول يعني ملف عشان تقدم الملف و يقبل بضب لازم تستكمل كل عناصر المطلوبة فحنا الراعي أمور كثيرة فيما يخص هذا الجانب طبعا العدد واحد لكن فيه أمور أخرى صحيح انت حين كالتحاد تعرف حنا كمنا العقد الأول حنا كمنا عشر سنوات و العشر سنوات الأولى كانت فترة التأسيس نحن الآن خلاص عدينا المرحى التأسيس عد ما بعد التأسيس بضب التطوير كل أمور الخاصة بالجوانب الأخرى بالذات موضوع المبدأ السلامة سواء للخير أو للمنتسابق فمبدأ السلامة و نحن لدينا يعني كم حالة خلال السنة كم إكسدنت يعني كم حادثة حترت فعندنا ريكورز لديكم حصائيات لكلها طبعا لازم نشتغل على هذا الأساس بحيث نحن نقلل في الحد الأدنى بحيث نقدم ملفنا أن هذا رياضة خالية من المخاطر من الإصابات من الإصابات هي الإصابات موجودة في كلها موجودة لكن في حد الأدنى خطورتها تكون خطورتها ما تكون مثلا في النهاية حقوق حيوان في حقوق إنسان فيه فالخير مثلا إذا فيه إصابات عالية لا فيه اشتراطات لكن نحن نراعي أن لا موضوع السلامة للخير و للمنتسابق هذا حديث عن اللعبة بشكل عام أنا عشان نختم حديثه معاك العشر سنوات هذا العقد الأول لو تلخص ليها فيه حديث سريع أبرز مكتسباته بالنسبة لكم الحمد لله إحنا قدرنا ننجز في العشر سنوات أربع بطولات كاس عالم أول بطولة كاس عالم كانت في سلطانة عمان بطولة الثانية كانت في مصر جمهورة مصر الثالثة كانت في دوتلي مارات و الرابعة كانت في جينفريقيا طبعا يسبق كل بطولة في بطولة مؤهلة لكاس عالم صحيح أيضا هذه بطولات وبالذات أنها بطولات نوعية فكل بطولة عندك عدد كبير فكل بطولة دشنها أول و بعدين تشتغل عليها طبعا مخرجات الإداريين سواء من بياطرة أو حكام دورات تدريبية وتحتاج عدد يتماشى مع تطور رياضة صحيح الأعداد سواء الحكام البياطرة أو المدربين بما يتماشى فأمور كثيرة طائفة جوانة بدارية دول الأعضاء لما كان في البداية كم كان؟ كانت 19 19 و حين وصلت 47 ستة و عشرين تقريبا يعني فعدد أكثر من 26 فعدد كبير و دائما الرياضة خلال عشر سنوات خضعت لتقييم وتغيير كثير جدا تنفيها خلال عشر سنوات هذه و نحن مثلا مأخذين بمبدأ أنه إذا كان حد عنده ملاحظة سواء فارس سواء مدرب بيطري كل من يهوى الرياضة و عنده أي ملاحظة لها علاقة بتطوير اللعبة يقدم مقترحة لاتحاد الوطني ممتاز يدرس في الاتحاد الوطني من خلال اللقاءة المختصة إذا أرى فعلا هذا التغيير إيجابي في الصالحة الرياضة يرفع الاتحاد الوطني يرفع الاتحاد الدولي الأمانة العامة بتحدود حول اللقاءة المختصة ممتاز اللقاءة المختصة الدرسه و بعد النقشة ما بقيته فقبل الجبعية العمومية يكون عندنا اجتماع اللي هو يتكون من أعضاء مقلس إدارة مع رؤساء اللقاء و يناقشوا كل هذه التفاصيل ممتاز بعد كذا يروح هل يحتاج موافقة من مقلس إدارة اليوم الليلي يعرض للمقلس إدارة و يعتمته إذا يحتاج رفع أو موافقة بعض القرارات يعني استراتيجية تحتاج موافقة للجبعية العمومية تروح لليوم اللي بعده أو يتبلغ الجمعية أن هذه التغييرات اللي بتصير خلالها فهذه كلها تمت خلال عشر سنوات وهذه أحدى خطوات التطور والتحسن في هذه اللعبة طبعا تشكلك سيد محمد على هذا الحديث وهذا مثل ما أقول التحديث في عالم التقاط الأوتار إن شاء الله كل توفيق لك إن شاء الله في عملك وهذا التحسين اللي دائما نشهد بوجودك في رياسة الاتحاد وكل توفيق إن شاء الله لكم ونشوف التقاط الأوتار الأفضل دائما بإذن الله إن شاء الله طبعا نشكر موصول لفريق العمال واللي قال العاملة في الاتحاد ولكل متعاون ونشتر مقلال فريق عمل متكامل بضب والحمد لله ونتوا أيضا ما مقصرين في التقطية الإعلامية المستمرة معنا ونشكر الجميع كل من قدم في ميقصهم وطبعا نخص بالشكر وعلى رأس الشكر يكون لسلطنة عمان لصدافتها مقل الاتحاد والدعم المالي والمعنوي المقدم من السلطنة للاتحاد وهذا الحمد لله ثمرة من ثمارات سلطنة عمان بضب شكرا لك سيد محمد إذن هذا حديث مشاهدين كرام حول رياضة قتل أوتاد وما شاهدته خلال الفترة الماضية مستمرين وياكم في برنامجنا وضيف آخر ولكن بعد فاصل قصير